أعلنت شركة مونيجرام المتخصصة في تحويل الأموال ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بقرار البنك المركزي اليمني وأبلغت الشركة فروعها ووكلائها في اليمن أن عليهم سرعة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن في موعد أقصاه الرابع من يونيو 2024 كما ألزمت الشركة الوكلاء الفرعيين الجدد الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية وتضمين شهادة عدم الممانعة هذه مع طلب الاستفادة من الخدمات المصرفية للشركة